بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري نذر شرعي مجرب تكتب حاجتك التي تريدها بورقة وتعلقها على يدك اليمنى صاحب الحاجة يكتب حاجته المراد قضاؤها ويعلقها في اليد اليمنى وينذر هذا النذر الشرعي المتعلق بثلاثة أمور هذه طبعا من مجربات من؟ من مجربات آية الله السيد المرجع الديني السيد مفتي الشيعة طاب ثره يقول الشيخ أمين أبو علي القطيفي أخبرني ليلة الأربعاء الخامس عشر من ربيع الأول لعام الف واربعمائة واحد واربعين بعض الأخوة الفضلاء بأنه سمع من السيد آية الله المرجع الديني مفتي الشيعة طاب ثره نذر شرعي مجرب قال يكتب في ورقة الحاجة المراد قضاؤها وتعلق في اليد اليمين لصاحب الحاجة تعلقها وتنذر ثلاثة أمور أولا قراءة مصيبة مولانا عبد الله الرضي عليه السلام والمصيبة موجودة في المقتل الحسيني مذ أخرجته سيدة زينب عليه السلام إلى الإمام الحسين حتى استرجع شهيدا سلام الله عليه قراءة مصيبة مولانا مسلم بن عقيل عليه السلام مذ دخوله الكوفة إلى الشهادة ثالثا مساعدة عفوا قراءة مصيبة مولانا مسلم مع إطعام المؤمنين باسمه الشريف على قدر ما تستطيع قراءة مصيبة مسلم بن عقيل مع إطعام المؤمنين باسمه الشريف على قدر ما تستطيع نفر نفرين ثلاث أنفار هذا الأمر راجع إليك ولكن تطبخ طعاما ولو بسيطا وتوزعه على محبة مسلم بن عقيل عليه السلام والأمر الثالث مساعدة سبعة من السادة سبعة من السادة مبلغ بسيط بمواد غذائية بأي شيء شرط أن يكونوا سبعة هسا الشروط ما هي قراءة مصيبة مولانا عبد الله الرضيع ثانيا قراءة مصيبة مولانا بسلم بن عقيل عليه السلام مع إطعام المؤمنين باسمه الشريف ومساعدة سبعة من السادة المسويين يقول آية الله السيد مفتي الشيعة بأنه قد أعطاه هذا النذر وهذه الطريقة أعطاها لإحدى النساء اللواتي لم تنجب لسنوات وحملات ورزقات بالذرية في نفس العام فثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله راه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور برنامج صباحات ولا إيا من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام لا تنسونا من فاضلي دعواتكم خصوصا في صلاة الليلة